اشتركوا في القناة هذه المرة حول الاسلوب الخبري طبعا الاسلوب الخبري يدخل ضمن دروس المعاني والمعاني طبعا يدخل او تدخل ضمن اطار البلاغ البلاغة تنقسم الى معاني وبيان وبدع علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني اليوم ان شاء الله سوف نتكلم عن الاساليب اولا الاسلوب الخبري ما هو الاسلوب الخبري الأسلوب الخبري هو الكلام الذي يجوز عقلا أن يكون صادقا أو كاذبا هو الذي يجوز عقلا أي إذا عرضنا هذا الكلام على العقل إذا عرضنا هذا الكلام على العقل فيمكن أن يحكم عليه العقل بالصدق أو بالكذب طبعا بغض النظر عن صاحبه إن كان صادقا أو كاذبا لكن العقل هل يحكم على هذا الكلام بالصدق؟ هل يجوز أن يكون الكلام صادقا أو كاذبا لو شخص قال لك مثلا اليوم استيقظت باكرا مثلا هل هذا الكلام يمكن أن يكون صادقا أم كاذبا يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا إذن فهو أسلوب خبري لو قال لك شخص كم ساعة الآن هل تستطيع أن تكذبه أو تصدقه هو لم يخبرك شيء إذن فالأسلوب الخبري هو ما جاز أن يصدقه العقل أو أن يكذبه قد يكون الأسلوب الخبري أسلوبا حقيقيا بمعنى أن يكون غارضه الإخبار يعني أن تكون الجملة أو أن يكون الأسلوب الخبري قد استعمل من أجل الإخبار حقيقة يكون غارضه الإخبار حقيقة مثلا كقولنا العسل يشفي كثير من الأمراض العسل يشفي كثير من الأمراض فما هو الغرض هنا الغرض هو الإخبار الغرض هو الإخبار الغرض الحقيقي أو الإخبار الحقيقي بمعنى أننا نريد أن نخبرك أن العسل فيه شفاء لكثير من الأمراض فالغرض هنا من هذا الأسلوب الخبري هو الإخبار الإخبار الحقيقي يعني بمعنى الكلمة لكن قد يخرج الأسلوب الخبري عن غرضه الأساسي وهو الإخبار الحقيقي إلى أغراض أخرى متعددة قد يكون تعبيرا مجازيا يعني إذا قصد التعبير عن حالة نفسية كان الإخبار مجازيا يعني نقول هو أسلوب إخباري صحيح هو أسلوب إخباري لكن ليس إخبارا حقيقي أو ليس إخبارا حقيقيا بل هو من باب الإخبار عن حالة نفسية أصابت ذلك الإنسان المخبر هذه الأغراض في هذه الحالة إذا كان الإخبار غير حقيقي تكون أغراض متنوعة وكثيرة ويعني لا يمكن حصرها ولكن بعض الأغراض التي تستعمل في الإخبار غير الحقيقي هي الفقر الإنسان أو الإنسان يفخر بنفسه قال المتنبي أبو الطيب المتنبي الشاعر المعروف المشهور أنا الذي نظر الأعباء إلى أدبي هل فعلا هل الأعمى نظر إلى أدبي المتنبي طبعا لا إذن ماذا يقصد إذن غارضه ليس الإخبار الحقيقي هو أسلوب خبر يمكن أن يصدق ويكذب لكن هل هو إخبار حقيقي هل في نية المتنبي هل كان في نية المتنبي رحمه الله أن يخبرنا بأن الأعمى نظر إلى أدبه طبعا لم تكن هذه نيته كان نيته أن يقول أنا أديب كبير وشاعر عظيم لدرجة أن الأعمى يرى هذا الأدب الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم وهذا محال هل يسمع الأصم لا ولكن نظرا كما يقول المتنبي لأن لفرط عظمة شعري فإن الأعمى يرى نوره نور أدبي ويرى أدبي والأصم يسمع أيضا هذه الكلمات أو هذه الأشعار فهو غرضه ليس الإخبار الحقيقي وإنما خرج بالإخبار إلى غرض آخر وهو الفخر أن يفخر بنفسه وقد يكون غرض أو غرض الإخبار التعبيري غرض آخر هنا طبعا لم يقصد المتنبي لم يقصد الإخبار الحقي ولكن أصد الفخر قد يكون غرض آخر مثلا وهو التحصر التحصر وهو الحصرة والندم قال الله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يوم القيامة من الذين يندمون يقول يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتاه يعني يا حصرتاه يعني يندم ويتحصر والعياذ بالله لم أتخذ فلانا شخص إنسان معين خليلا أي صاحبا وصديقا فقد سحبني إلى ما لا يحمد عقبه إلى ما أنا فيه والعياذ بالله يعني نسأل الله العافية فهنا هذا الشخص خرج من الأسلوب الخبرى خرج من الأسلوب الخبرى الحقيقي إلى أسلوب التحصر فهو يتحصر على ما فتفه ولا يريد أن يخبر وإنما هو يريد وإنما هو يريد التحصر أيضا من الأغراض المدح لما الإنسان يمدح شخصا آخر فهو لا يخبره بشيء ليس غرضه غرض الشاعر الإخبار أو غرض المتكلم الإخبار وإنما غرضه أن يمدح من يقابله قال حسن المثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسول لنور يستضاء به هل هذا إخبار حقيقي؟ هل يريد أن يخبرنا بشيء حقيقي؟ لا هو يريد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول المهند هو السيف السيف المسقول القوي إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله أي أنه سيف من سيول الله سبحانه وتعالى فهنا هل يقصد حسان رضي الله عنه أن يخبرنا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل قصده هذا هل هو غرضه من الشعر لا ولكن غرضه المتح ولذلك في الشعر له أغراض كثيرة بل حتى الكلام العادي له أغراض كثيرة تدخل كلها في عموم الإخبار الإخبار قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي أيضا قد يخرج الإخبار عن الغرض الحقيقي إلى غرض آخر وهو كما تلاحظون النصح والإرشاد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان هذا إخبار كل من عليها فان أي كل من على الأرض كل ما هو موجود في الكون سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم هل يريد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا نعم يخبرنا لكن الغرض ما هو النصح والإرشاد أي عليكم أن تعملوا لذلك اليوم الذي لا يبقى فيه إنسان بل يكون بعد ذلك اليوم سيكون حساب وعقاب نجان الله وإياك إذن هذه هي أغراض أخرى يعني يمكن أن يخرج المخبر عن الغرض الحقيقي بهذه الأغراض الأخرى مثال التوبيخ قال الشاعر لو كنت حرا من سلالة ماجدي ويتكلم مع شخص يقول له لو كنت أنت حرا من سلالة ماجدي يعني من سلالة عريقة ما كنت هتاكا لحرمة المسلمي هتاكا فعالني سيغة مبالغة لحرمة المسلمي أي أنت لو كنت شخص حر وسلالتك يعني من سلالة راقية لن تكون هتاكا يعني أو متكلما في أعراض الناس وفي حرمات الناس فهو ماذا يريد هل يريد أن يخبره أنك أنت لست شخصا يعني عريقا عريق النسب أو الحسب لا هو يريد أن يوبخه على هذا العمل الذي قام به وهو تكلم في يعني في أعراض الناس أو في حرمات الناس هذا هو الموضوع الذي وديت أن أشاركه معكم فلا تنسون من صالح دعائكم وإن كان هناك بعض الإشارات أو بعض المطلوبات فلا بس ببعض التعليقات كان معكم أخوكم أستاذ عبد الحميد مرابطة وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا